بالنسبة لحالة الجو على مدينة الاسكندرية يوم الاتنين واحد وعشرين اتناشر مفيش امطار يوم الاتلات تلات اشر تسعة وامطار غزيرة ورياح شديدة يوم الاربع اتناشر حداشر وامطار برضو غزيرة وبرودة اشد تعالوا نشوف ساعة بساعة يوم الحد اللي لادي الحرارة هتبدأ تنزل تنزل طول الليل لغات ما نوصل للساعة خمسة الصبح حرارة تسعة يوم الاتنين بكرة بعد كده يوم الاتنين هيعدي يوم عادي جو عادي والجو هيبتدي يدفع والحرارة توصل لعشرين لكن الرياح هتوصل لتمنتاشر كيلو متر في الساعة فقط نروح على يوم الثلاث يوم الثلاث هيدخل بينا النهار فبدل ما الجو يدفع في النهار بالعكس هتبدأ تسقط امطار يوم الثلاث الساعة خمسة صباحا وسرعة الرياح هتبقى لسه هادية لكن على الساعة تسعة الصبح الامطار هتبقى غزيرة خالص مع سرعة رياح ستة وعشر كيلو متر في الساعة والحرارة مش هتعد التلاتاشر بأي حال من الاحوال بعد كده تزداد سرعة الرياح تدريجيا وتفضل الامطار غزيرة طول النهار يوم السلساء لغاية الساعة سبعة مساء هتبقى بعد كده امطار طول يوم السلساء على مدينة الاسكندرية بالنسبة لحالة الجو على مدينة القاهرة يوم الاثنين تلاتة وعشرين اتناشرة اللي هو بكرة يوم السلساء سبعتاشر تمانية يوم الاربعاء اتناشر عشرة يعني الحرارة مش هتزيد عن اتناشر يوم الاربع يوم الخميس ستاشر عشرة وواضح ان فيه سرعة ريح علي يوم الثلاث ويوم الاربع تعالوا نشوف ساعة بساعة على مدينة القاهرة برضو الجو يوم الاثنين هيكون عادي خالص والحرارة هتوصل لواحد وعشرين او اتنين وعشرين وثلاثة وعشرين كمان وسرعة الرياح مش هتعد 11 كيلو متر في الساعة يعني يوم الاثنين يوم مستقر خالص هندخل في يوم الثلاث في محافظة القاهرة هنلاقي ان الحرارة هتوصل لتلاتاشر الساعة سبعة الصبح وهتزيد لاربعتاشر خمستاشر ستاشر احتمالات فرص تقوط الامطار محدودة يعني متوسطة على مدينة القاهرة ممكن تنزل امطار على الساعة عشر احداشر او اتناشر الصبح بعد كده هتبتدي بعد الظهر هتبتدي تزيد سرعة الرياح جامد على مدينة القاهرة لتصل الى خمسة وتلاتين كيلو متر في الساعة وهيعدي عادي الليل في القاهرة شديدة وبرودة شديدة